في سلسلة من امسك اعصابك في رمضان حنتكلم على رامز جلالي طبعا رامز جلالي يتقال فيه شعر قبل كتب انا مش محتاج اقول فيه يعني كل ما الناس يقول فيه شعر ويقولوا بقى فيه الكلام اللي بيتقال ده هو ما شاء الله يتغني اكتر ويعني الناس تتفرج اكتر والله يا جماعة يعني هي ارزاق يقسمها الخلاق ما حدش يقدر يتكلم في الموضوع ده والحقيقة هنا في امريكا الولاد بيحبوا يتفرجوا على رامز ويفهموش العرب ويفهموش اي حاجة من المسلسلات لكن يجوا عند رامز جلال ويتفرجوا عليه فالسنة دي بقى رامز جلال عامل حاجة اسمها ايه موفي ستار طبعا بقى الانتاج الراهيب ده وجايب معها فندان ايه علاقة فندان بيعمل ايه فندان في الحلقات يا جماعة يعني هو بيطلع لقطة بيقابل الضيف اللي جاي عشان يمرمطه الضيف ده جاي بيتمرمط ويتشتم وبعين في الاخر ينزل يضرب رامز جلال بالشلوت ويشتموا وده يقولوا معاليش حقك علي ويتصالحوا في الاخر وخلصنا على كتاب صح؟ طيب فندان بقى بيعمل ايه؟ يعني انتو بمرمطين الراجل جايبينه من اخر الدنيا عشان يعمل ايه؟ ايه دوره في الموضوع لو بندان ده اختفى من الحلقات هيحصل ايه يعني؟ فيعني مش معقولة اتمرمطوا الناس الاجانب معاكوا كده بيعملوش حاجة وبعدين الحلقات كلها هما بقى ايه بيركبوا بقى الضفة عربية وتفضل بقى عربية تجري بقى وتعمل حركات بقى يعني سبيد كار يعني اخيرها سبيد كار بتاع السيركي يعني اولا اي سين بارك مش مشكلة جايبين واحدة مسك الموكروفون وعملت تصرخ طول الحلقة فيه صوت واحدة بتصرخ في ودننا ايه لهابل ده؟ يعني مش معقول احنا بنعمل ميوت علشان نقدر نكمل نتفرج لان الصريخ جابناه حتى الاطفال مش قد نسمعوا الصريخ ده فارجوكو يعني مش كفاء بتفرج عليكو لأ كمان نسمعوا واحدة بتصرخ اقول لك ايه امسك اعصابك امسك اعصابك اشتركوا في القناة